ومع مرور عام على مقتل جمال خاشخجي في مقر قنصلية بلاده باستنبول قالت خطيبته خديجة جينكيز أن مقتله جاء في أوج التحضير لزفافهما وأن تفاصيل كثيرة بقيت مبهمة طننت أنني سأصبح زوجة الصحفي السعودي جمال خاشخجي بدلا من ذلك أصبحت الشاهدة الأخيرة قبل قتله كنا على وشك تحديد موعد لحفل الزفاف في ذلك اليوم وهذا ما خططنا له لم يكن هناك سبب يجعلنا ننتظر لأنه تم تجهيز منزلنا وكان أثاثنا على وشك الوصول في الأسبوع التالي هذا ما كان يدور في ذهني بينما انتظرته حتى آخر ثانية بعدها شعرت بالقلق وبدأ الشكوك يساورني حيال عدمي عودته تلك كانت الأشياء الوحيدة في ذهني لم يكن هناك شيء آخر وحول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الخط الهاتفين من إسطنبول علام توفيقه أيضا عبر خدمة اسكاي من الرياض الكاتب والمحلل السعودي عبد الحميد لغبين يعني أبدأ معك علام علام يعني كيف تنظر تركيا إلى هذه التصرحات من قبل المحققة الأممية التي تتهم محمد بن سلمان بالتورط في هذه الجريمة لا سيما بعد تصريحاته لشبكة أمريكية أول أمس هي بالفعل محمد من المفترض من جهة سياسية إذا ما تحدثنا عن الجانب الرسمي التركي هي ترحد بمثل هذه التصريحات على اعتبار أنه كان لمسؤولين أتراك حتى تصريحات مشابهة أو قريبة جدا من هذه التصريحات التي لمحت إلى حد كبير لم تتحدث صراحة عن استهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولكنها لم حتى على الدوام وبشكل متكذر من عدد من المسؤولين الأتراك بأن ولي العهد السعودي يتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة بالمحصلة بحسب رأيهم طبعا هو يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي وقعت في مبنى القنصرية السعودية في أسطنبول ويقولون أنه لا تزال هناك أسئلة مبهمة تحتاج إلى إجابة ثلاثة أسئلة رئيسية لا يزالون يرحطون عن إجابات لها أولها هو أين جثة دمالخ الشكبي وهي الجثة التي لم يتم الوصول إليها حتى بعد مرور عام كامل على خطفائه أو على قتله داخل القنصرية ومن الذي أعطى الأوامر بشكل مباشر وفي هذه النقطة تحديدا هم يلمحون بشكل شبه مباشر لأمير محمد بن سلمان ومن هو المتعاون المحلي الذي تتحدث عنه أو الذي تحدثت عنه طلطات السعودية في أوقات سادقة بالنسبة لأن هناك متعاون محلي هنا في أسطنبول كان قد تعاون مع من نفذ هذه الجريمة من أجل إخفاء الجثة هذه هي الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تنجل حتى الآن الإجابة عن أي منها من قبل أي منها علام ما ابقى معي لو سمحت أن تقل إلى الكاتب والمحلي السعودي عبد الحميد لغبين من الرياض انضم إلينا عبر خدمة سكايب أستاذ عبد الحميد كيف أولا تنظر السعودية إلى هذه التصريحات من قبل محققة أممية؟ لا شك بالنسبة للمحققة الأممية عندها أهداف سياسية ونحن نعلم تباما أن هناك بينها وبينها قطر بالذات وهذا معلوم للجميع يوجد علاقة وبالتالي هي تسيس هذه القضية وأن القضية هي في الأساس قضية جنائية بحتة والأمير محمد بن سار ربما يكون القائد العربي الوحيد الشجاع الذي أعلن مسؤوليته بصفتها وليا للعهد أو بصفتها القائد والزعيم لا بصفتها مباشرة وعلن ذلك بأنه تحمل مسؤولية هذه الجريمة بصفتها كنا القائد أما أن للأسف القضية منذ البداية كان هناك محاولة تسيس القضية ومحاولة ربطها بمحمد بن سلمان للنيل من المملكة بالدرجة الأولى وليس يعني أنه البحث على الحقيقة أو البحث عن يعني من الذي فعل الجريمة هذه والأسباب وما ذلك يعني ربما منذ اللحظات الأولى كان واضح أشير الاتهام للمملكة قبل أن حتى تصل التحقيقات إلى يعني أنه فعلا يعني جمال خاشغجيتا لكن كثيرون يعني نظروا إلى تصريحات محمد بن سلمان ولي الأهد السعودي بأنها يعني تطور في عندما يتحمل مسئولية كقائد في السعودية لكن يعني الكثيرون أيضا يقولون بأنه لم يروا أي تطور في هذه التحقيقات لم يتم يعني لم يلمسوا أي تطورات جديدة وجدية في هذه التحقيقات لا أولا يعني كونه يعني مسئوليته وهذه يعني حقيقة نادرة في التاريخ العربي مسئوليته يعني أنت تعلم يعني في معظم الدول الغربية عندما يقع أي حادث حتى لو شيء بسيط دائما ما يتحمل المسئولية رئيس الحكومة أو الرئيس أو ما شابه ذلك ويقولون تحملها المسئولية ولذلك محمد بن سلمان يعني أراد أن يعطي بعد آخر حتى لا يفهم بشكل مختلف بالنسبة للتحقيقات لا بالعكس التحقيقات إلى الآن تم ست جلسات تقريبا للمحاكمة وتجري بشكل دقيق وأيضا الحكومة سعودية تستعين بتركيا بتزويدها بعض المعلومات والتحقيقات والاتهامات سبق أن نعلن عن المتهمين المشاركين في هذه الجريمة وبالتالي في النهاية سوف يحكم على هؤلاء الأشخاص الذين لا شك قاموا بهذه الجريمة بعيدا يعني حتى لو هناك من يحاول أنه أيضا يربط بأنها مسؤولية الدولة لا هي هم أشخاص تصرفوا تصرف شخصي وربما اجتهاد حاولوا أن يقومون بعمل ما وبالتالي أدت إلى الجريمة التي لا شك أنه كان لها آثار سلبية كبيرة جدا ابقى معي لو سمحت أعود إليك علام علام يعني هناك تصريحات لخطيبة جمال خاشقجي بعد عام على مقتله وتقول أن هناك ما زال هناك يعني المزيد من المعلومات التي لم يكشف عنها هل فعلا تركيا قد تمتلك معلومات لم يتم الكشف عنها بعد؟ هذا هو الترجيح الأكبر محمد يبدو أن الاستخبارات التركية على وجه التحديد بذلك معلومات كثيرة معلومات مهمة لم يعلن عنها حتى الآن ويبدو أنها تنتظر لحظة استخدام هذه المعلومات استخدامها بمعنى ربما من ناحية سياسية أو ربما بالضغط السياسي على جهة ما وأتحدثون عن الجانب السعودي على وجه الخصوص هناك أسئلة تطرح عندما يطرح هذا الموضوع محمد من بينها أولا لماذا لم تستخدم هذه البيانات أو هذه المعلومات بشكل كامل منذ البداية وفكرة أن هناك بحظة ما أعلن رسميا أن هناك كانت أجلة التنصف داخل الكنسولية أيضا تضع علامات استخدام كبيرة جدا بمعنى أنه لماذا لم يتم التدخل إذا ما كانت فعلا يتم الاستماع إذا ما يجري داخل الكنسولية وبالتالي المعلومات استخباراتية في الدرجة الأولى لا يبدو أن هناك معلومات إضافية ومن بين ما يتم الحديث عن محمد أن هناك ليس فقط تسجيلات صوتية ولكن أيضا ربما تكون هناك تسجيلات فيديو وإذا ما ظهر ذلك نستطيع القول أن هذه القضية ستدخل مرحلة مختلفة تماما لها أبعاد مختلفة ومطيات مختلفة عما نشده أحد علام توفيق الصحفي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك وأيضا نشكر الكاتب المحلل السعودي عبد الحميد لغبين كان معنا عبر خدمة اسكايب من الرياض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك